شهدت بغداد فجر اليوم هجمات مسلحة نفذها مسلحون مجهولون على مقرات حزبية تابعة لتحالف العزم وتقدم أسفرت عن خسائر مادية مصدر أمي أوضح أن مقر تحالف تقدم في الأعظمية تعرض لهجوم بقنبلة يدوية محلية الصنع فيما أظهرت كاميرات المراقبة شخصين يستقلان دراجة نارية يلقيان القنبلة داخل المقر من جهة أفادت مصادر إعلامية بأن مقر تحالف العزم تعرض لهجوم مسلح ثاني في منطقة اليارموك فيما لم يتم التأكد من طبيعة هذا الهجوم لكن صحيفة العرب الجديد أشارت إلى أنه نفذ بطائرة مسيرة